شربة خضار بلسان العصفور هنزل لسان العصفور يتحمر مش كتير معلقتين ثلاثة علشان بيكتر قوي علشان ايه بيكتر قوي معلقة تستحمل كده حتيستحمل صغيرة وحمر لسان العصفور مايقام قدير شربة خضار معنا هي بس بحمر معلقتين ثلاثة لسان عصفور تمام وهنزل عليهم بصلاية بس مايتحمر بس شوي اهو ماشي معايا احمل رسالة العصفور معلقتين انا هعمل بقى ايه يعني ايه رسالة العصفور مع الخضار كله كأنك عارفة ان هاياخد منها طبق هو كالوجبة متكاملة خلاص ممكن لو عايز حطي معايا كباحة لحمة صغنانين ما تحتاجيش بقى تعملي جنبها لفتها ولا اي حاج ده كده ايه وجبة متكاملة من الايه الفطاف بصلايا هوا تشوح كده تشفيها حلوة صغنونة واحنا بنكمل بقى عندي الخضار ايه عبارة عن بطاطس كوسة جزر بسلة طماطم اي خضار عندك متوفر تستعمليه ماشي عندي كمان شوية بسلة كده حلوين كس بسلة من البريزر اي دي كده ايه الخضار كمان اهول جزر بديه شوية بسلة ممكن طماطم كمان عشان تدي لون حلو للشربة مقاشلة انها صايز كده بقى اديها حب الطماطم او معلقة صلصة يعني ممكن ايه معلقة صلصة صغيرة مش هتبخها هي مش طبيخ ها واروح منزلة عليها شربة بسم الله اشتركوا في القناة